موسيقى السلام عليكم متتبعي القناة مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي قناة لوبانيتا الشنالي لكن اول مرة تشرفوني بزيعة ما تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضغطوا على زر اعجاب وتبرتجوا الفيديو مع الاصدقائي اليوم سنشارك معكم طريق في الخاصة في تحضير شربة الدجاج كي يأتي المدق هائل والديد بالنسبة للشربة تقدروا تقدمها ايضا في شهر رمضان تقدروا تقدمها كوجبة في الافطار يعني تقدمها مع الطابلت على الافطار يعني إلا بغير نهار كتعويض الحريرة يعني ممكن من ديرو الحريرة ونديرو هذه الشربة لأنها صحية وغنية بالفوائد سوف ندخل طريقة تحضير تابعوا معي الفيديو الى النهاية نحتاج قطعة من البصر يكون حجم كبير ثلاث حبات من الجزر قطعة صغيرة قطعة صغيرة قطعة صغيرة قطعة من البصر ونحتاج ايضا مراقع الدجاج قطعة مراقع الدجاج انا استعملت اما كتشروه جاهز بهذا الشكل او لا كتحضروا في المنزل نحتاج ملعقة صغيرة زعطان ملاعق كبيرة من المعدنوس البقدونس ملاعق كبيرة البقدونس فقط ملح وابزار حسب الرغبة حسب طوق ملح وابزار نحتاج نورة عجاج واحدة ملاعق كبيرة من زيت زيت الزيتون وهذه المكونات ندازل طريقة التحضير في إناء على النار زيت الزيتون نضيف البصل نضيف ثلاث حبات من الجزر قطعة صغيرة طبعا زيت الزيتون نضيف أعواد الكرافص الملح والإبزار يحسب الرغبة والذوق بالنسبة للشربة الدجا في الأيام العادية تقدمها في العشاء كعشاء خفيف اي حاجة في رمضان تقدمها في طابل الافطار كنوع من التغيير فوائد والدجاج والخضر فهي رائعة جدا والديدة ونستمر في التقليب جيدا حتى يتشحر بعد تقلل المكونات جيدا نضيف البقدونس المعدنوس بالنسبة للشربة بالنسبة للشربة فهي لديدة جدا وفي نفس الوقت صحية جدا ومفيدة جدا بالنسبة للناس اللي يكونوا مرضى يعني مرضى بنزلات البرد مثلا أو يعني تكون صحة ديالهم ضعيفة شوية وحاليا نحنا نعاني من مرض كورونا يعني في المغرب وفي بعض الدول فمزيان اننا ناكلوا هاد النوع يعني مزيان نديروا الشربات بزاف لانها تكون فيها الخضر فكتقوي الصحة ديالنا وكتقوي المناعة ديالنا يعني بالنسبة للشربة فهي لديدة وفي نفس الوقت صحية ومفيدة جدا ونقدرو كما قدلكم نقدمها كوجبة في العشاء او لا خفيفة او لا ايضا نوضعها في مائدة الافطار يعني او لا نديروا الحريرة ونقدمو هاد الاسوب سوف نستمر بالتقليب جيدا حتى يتشحر لي المكونات كما تشوفو نستمر في التقليب حتى ندامج المكونات مع بعضها وكتشحر مزيان ونضيفو واحد جوش كؤوس مرق الدجاج بالنسبة للمرق الدجاج انا اخذيته جاهز او لا توفرش عندكم جاهز طريقة تحضيره سهلة جدا كنا اخذو كمية الدجاج نضيفه على البصل التوم البصل والتوم قليل من الزعتر الكرافس والجزر نقطعه والملح والابزار حسب الرغبة وكيكون الماء على حسب الكمية على المرق اللي بغينا كنخله يتسلق لنا فوق النار كنخله تقريبا ساعة كاملة فوق النار ومن بعد كنخذه المرق كنخذه المرق وبالنسبة للمرق الدجاج كنستعمله في وصفة اخرى بالنسبة للمرق الدجاج يأتي هائل في الشربات كما تشاهدوا معي هذه طريقة تحضيره سهلة جدا يعني ليس ضروري تحضيره جاهز طريقة تحضيره جدا تحضيره في المنزل انا غير كنتم تحضيره تحضيره جاهز ولكن الى كانت المتوفر عندكم يعني مش دينه من قبل كتستعمله كما تشاهدوا معي نجعل المكونات تغلي بهات الشكل بعد اضفت مرق الدجاج نضيف الكمية كما تشاهد معك نضيف هذه المرق ونضيف ضامة البنة نضيف وضع المرق مالح نضيف المرق نضيف المرق نضيف الماء نضيف ماء الماء نضيف الماء نضيف المال نضيف القطاع الدجاج ونضيف القطاع الدجاج ونضيف الدجاج حتى ينضج نضيف الدجاج نضيف الشعرية ونضيف دجاج ثلاثة كمية لنضيف القطاع مع المرق 30 من قبل نضيع 15 دقيقة انتلاح تروننا إلى إ ярcool وب ведود الحكومة the egg كما تشاهدون معي نقدموه في اطباق منفريدة كتجيها الى ولديدة رائعة جدا صحية كتساعدنا باش نقوي المناعة دينا ونحاربوا الامرات رائعة جدا الى عجباتكم وصفة اليوم متسوش تتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتبارتجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتضغطوا على الزر اعجاب دعموني باش نقدم لكم الجديد دائما لان المشاهدات في قناتي ضعيفة بزاف وكنت منا تشجعوني على الاستمرارية لانني اتمنى البقاء معكم شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في فيديوهات ووصفات مقبلة باذن الله على قناتي قناة لوبانيتا شانيل شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في القناة ترجمة نانسي قنقر